الشيخ مبروك عبد الرازق الدعية الإسلامي المعروف اتعرض لهجوم وانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا على فيسبوك بعد ما ظهرت بنته نوران في فرحها وعقد قرنها من غير حجاب والناس اتفجأت جدا من الموقف ده خاصة ان الشيخ رمضان ليه مكانة دينية كبيرة والناس كمان بتاخد بكلامه الانتقادات كانت شديدة ووصلت لدرجة ان البعد كتب على فيسبوك الشيخ رمضان عبد الرازق يظهر في اول مناسبة عامة مع اسرته بدون حجاب واستشهدوا باية من القرآن بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم الناس بدأت تهاجم الشيخ بشكل مباشر وافتكروا تصريحاته اللي كان بيقولها في البرامج التلفزيونية عن فرضية الحجاب وانتقاده لملابس النساء غير المحجبات في وسط كل الهجوم ده رواد سوشيال ميديا رجعوا نشروا مقاطع فيديو قديمة للشيخ رمضان وهو بيتكلم عن ان المرأة غير المحجبة بترتكب اثم وده طبعا زود النار على الزيت وزود من الانتقادات اللي اتعرض ليها وبسبب اللي حصل ده طلعت الدكتورة سعاد صالح استاذة الفقه المقارن بجامعة الازهر وعلقت على الاسئلة المثيرة اللي الناس كانت بتسألها على السوشيال ميديا الموضوع كان حساس جدا خصوصا لما بدوا يسألوا عن حكم خلع العروس المحجبة لحجبها ليلة زفافها وكمان حكم ان البنت تلبس هوت شورت قدام زوج امها الدكتورة سعاد قالت في برنامج تفاصيل مع الاعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد ان العروس المحجبة اللي بتخلع طرحتها في ليلة زفافها مش بتقع في اثم واكدت ان ربنا ممكن يخفر لها لان ده تعبير عن الفرح وده كان رد واضح على الناس اللي كانت بتهاجم الشيخ رمضان بسبب عدم ارتداء بنته للحجاب في زفافها اما بقى بالنسبة لموضوع ارتداء البنت الهوت شورت قدام زوج امها فقالت الدكتورة سعاد انه مش حرام واوضحت ان زوج الام بيعتبر زي الاب طالما دخل على الام والزواج من بنتها بيكون محرم عليه وده معناه ان البنت مش محرمة على زوج امها الا لو تم الدخول بينه وبين الام ولو حصل طلاق قبل الدخول فيبقى يجوز له انه يتجوز بنتها اما بقى عن موضوع زواج التجربة اللي الناس كانت بتسأل عنه فالدكتورة سعاد وضحت انه مفيش حاجة اسمها زواج تجربة في الاسلام وقالت ان ده بيشبه زواج المسكنة واللي هو بيعتبر زنا ومش زواج مشروع ابدا وكمان شددت على ان الزواج في الاسلام لازم يكون فيه تراضي بين الطرفين وان زواج المتع اللي بيحصل بمقابل مادي مش حلال باختصار كده الدكتورة سعاد صالح حولت تهدي النفوس وتوضح بعض الامور الشرعية خصوصا بعد الجدل الكبير اللي حصل بسبب حفل زفاف بنت الشيخ رمضان عبد الرازق لكنها في نفس الوقت كانت حريصة انها توصل رسالة ان مش كل حاجة بتثير الجدل على سوشيال ميديا تبقى فيها مشكلة شرعية موسيقى 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 موسيقى